في حلقة فاتت كنت عملت مقرنا بين اللابتوب والبي سي وايه المميزات اللي بيقدمها لك البي سي عن اللابتوب من مرونة في التحديث؟ أداء أعلى؟ درجة حرارة مش هقول إنها لا يقل بس سهل إنك تقللها في أي وقت في حين إن اللابتوب يمكن الميزة الأساسية في اللي بيقدمها عن البي سي هي نقطة سهولة الحركة طبعا النقطة دي عشان تكون متوفرة تم التضحيع بحاجات كتير أهمها كان الأداء زي ما استعرضت في حلقة فاتت إن أكتر القطعة اللي عادت من تقليل المواصفات التقنية عشان تقل درجة الحرارة عشان دايرت تبريد حجمها أقل بالتالي الحجم والوزن يقل كانت كروتي الشاشة والبروسيسور وفضل فيه جاب بين أداء كروتي الشاشة في البي سي والبروسيسور في البي سي وبين كروتي الشاشة والبروسيسور في اللابتوب والحد مع مريب بسكال فضل الوضع كده كروتي الشاشة في البي سي أعلى من اللي موجودة في اللابتوب اي نعم الفجوة ما كانتش بنفس الوطيرة في كل جيل لان كان من اساسيات كل جيل جديد ان الاداء يعلى مع تقليل سقف استهلاك الطاقة واللبات كان لها حظ كبير من الموضوع ده فجد معمارية باسكال بكونسبت جديد جدا يقلم من الفجوة بين اللبات وبين البي سي بنسبة كبيرة جدا لدرجة ان بقى تعريف واحد من انفيديا هو هو نفس التعريف اللي بيعرف كروتي اللبات هو هو اللي بيعرف كروتي البي سي واي تحسينات بتحصل في كروتي البي سي هتكون موجودة كمان في كروتي اللابتوب لان في النهاية الشريحة كانت واحدة مكانتش شريحة معدلة فمش محتاجة معاملة خاصة الحقيقة انها كانت معدلة شوية بس بكونسبت مختلف عن الاول في البداية التعديل كان تقليل في كل المواصفات الشريحة عشان يقل استهلاك الطاقة بالتالي تقل درجة حرارتها بالتالي اداءها كان بيكون قليل اما اللي حصل في معمارية باسكال ان الشريحة اساسا كان استهلاك الطاقة فيها قليل عشان نحافظ على درجة الحرارة فالانوايا اللي بتعمل معالجة للمحتوى هتكون اكتر فهيدينا اداء مش هقول اعلى من كروتي البي سي بس اداء الى حد كبير مقارب جدا دي فعل كده ان كل المميزات كانت هنا وهناك ويبقى كده اصبح جيل بس كان الجيل الوحيد من انفيديا سواء في التصميم التقليدي او بتصميم ماكسي كيون هي المعمارية الوحيدة اللي نصفت اللبات وصادي البي سي وتبدأ من وقتها حقبة جديدة للجيمينج لابتوبس زي اللي موجود في الاثر نايترو فايف النايترو فايف جاي بشاشة حجمها 15.6 من 10 بوصة من نوع IPS رزولوشن 1920 في 1080 او ما يعرف ب1080 بي او فول اتش دي ودي غالبا مميزات بتلاقيها في اي جيمينج لابتوب لكن الشاشة دي من اي صار فيها ميزة كويسة جدا وهي انها بمعدل تحديث او ريفريش ريت او بتشتغل ع تردد 144 هرتز يبقى الشاشة دي بتدعم مستين الاولى انها جاية ببانل من نوع IPS وده هيدي زوايا رؤية ممتازة بتوصل ل 178 درجة سواء افقي او رأسي ده غير ان الالوان افضل مقارنة بالشاشات الـ TN الميزة التانية ان الشاشة بتشتغل بتردد 144 هرتز فده تردد التشغيل هيكون مناسب جدا للالعاب من نوعية بما انها الالعاب مش اقول ان الجرافيكس فيها سيئ بس التركيز فيها من قبل اللاعب هيكون دايما على الفريمات بالتالي لما هتلعب في الاعدادات اللي هتديك فريمات اعلى هتحتاج شاشة تكون موجبة للعدد اللي بينتجه كارت الشاشة الى جانب الشاشة اللاب ده فيه بروسيسور انتل سوداسي النواة محتمد على معمارية كافي ليك باسم البروسيسور ده بيشتغل على تردد اتنين واتنين جيجا هرتز وبيوصل على التردد اربعة وواحد جيجا هرتز تغير انه ده عامل يعني الكور الواحد هيتعامل على انه تنيل من خطوط المعالجة يبقى البروسيسور في اتناشر او اتناشر خط من خطوط المعالجة حاجة زي كده هترفع كتير من اداء اللاب توب في البرامج المحتمدة بصورة اساسية على البروسيسور في شغلها زي ادوبي بريمير مثلا او برامج الستريمينج زي او بي اس كلام زي ده محتاج رامات تكون متوافقة مع الشغل ده وده اللي هتلاقيه موجود في اللاب توب لانه جاي برامات ستاشر جيجا بايت من نوع دي دي ارفور سينجل تشانل فعملية الابجريد لرامات اتنين وتلاتين جيجا هتكون سهلة جدا فالمواصفات اللي انت شايفها مناسبة جدا لاستخدام اي جيمر لكن يفضل اهم ضلع في المعادلة هو كارت الشاشة اللاب ده جاي بكارت الفئة المتوسطة الاشهر بين الكروت من انفيديا في معمارية الباسكال الجي تي اكس الف ستين برامات بحجم ستة جيجا بايت من نوع جي دي ارفايف وعدد كودا كورز الفمتين وتمانين كودا كورز جديد بالذكر ان عدد الكودا كورز ده هو هو النفس عدد الكودا كورز اللي بيكون في الكارت الف ستين بس اللي معمول للبي سي لكن تردد كارت الف ستين في اللاب توب اكيد هيكون اقل فبالتالي هيكون في اداء اقل ده طبعا اللي هنشوفه بعدين بس قبل ما نروح للنتايج خليها نسكر ميزة مهمة جدا في اللاب توب الجهاز ده جاي بواحدتين تخزين الاولى هتكون بمساحة متين ستة وخمسين جيجا وبيقدم سرعات كتابة توصل ربعمية سبعة وعشرين ميجا وسرعات قرية توصل لخمسمية وعشرين ميجا بايت في السانية الواحدة سبب ان ده معتمد على خطوط الساتا مش البي سي او اي اكس ابرس اما الواحدة التانية هتكون بحجم واحد في البداية الاختبار بتاعنا هينقس من العين الاول هيكون على البروسيسور والتانية هيكون على كارت الشاشة على البرامج اللي بتحاكي نفس طريقة عمل برامج الملتي تاسكينج زي ادوب كريمير وسري دي اس ماكس مقارنة ما بين البروسيسور المنافس ليه التمانية سبعمية كي من غير اي تعديلات في البيس والرامات على نفس التردد الفين مية تلاتة وتلاتين هلاقي ان فيه فرق لصالح الكور اي سيفن تمانية سبعمية كي طبعا بنسبة تقدر باربعة واربعين في المية ده غير انك لو عملت له اوفركلوك وده الطبيعي اللي هتعمله لما تشتري بروسيسور زي ده معرمات اعلى هتلاقي فرق اكبر اما كارت الشاشة فكان اداءه على الالعاب من نوعية تريبل اي واي سبورتس مرضي جدا على اعلى اعدادات ليه لكن اول ما نيجي نقارنه بكروتي البي سي هيزهر فرق في الاداء الفرق طبعا لصالح الجي تي اكس في نسخة البي سي بنسبة تقدر بحوالي اربعتاشر في المية يعني الفجوة متقفلتش اوي او نقدر نقول ان لازال فيه فرق في الاداء وده متوقع جدا لان كروتي البي سي كل ما تبردها كان احسن كل ما كان ترددها هيعلم افتكر الجي بيو بوست فور بترفع التردد لحد معين طول ما درجة الحرارة ما وصلتش لتلاتة وتمانين درجة ودين ان لدرجة الحرارة اكبر رعائك قدام اللبات عشان تتعمل فكرة اللبات زي ما قلت ضحه بحاجات كتير منها المواصفات عشان يقل استهلاك الطاقة وبالتالي درجة الحرارة مواصفات اقل يعني اداء اقل فاللاب الايسر النايترو حقق درجة حرارة توصل للبروسيسور في المالتي تاسكنج حوالي اتنين وتمانين درجة في حين ان البروسيسور في الجيمينج حقق درجة حرارة تقدر بالتسعة وتمانين درجة وكرت الشاشة حقق درجة حرارة مع الالعاب طبعا كانت اتنين وسبعين درجة صوت مراوح اللاب مع درجة الحرارة والضغط كان متوسط بس الكلام ده بالنسبة لي انا ممكن بالنسبة لك يكون حاجة تانية المهم وانت بتلعب اكيد هتستخدم بالتالي مش تحس بموضوع يبقى اللابتوب من حيث المواصفات ممتاز جدا اداء لازال فيه فجوة بينه وبين البي سي طبعا الوضع ما بيفضلش على نفس الحال متوقع انه قدام نلاقي اداء اقرب واقرب مع كل معمارية جديدة بس الشوت اللي قطعته كروتي الشاشة حاليا عن البروسيسور عشان توصل للفرق الحالي كبير متوقع انه يقل مع كل معمارية جديدة درجات الحرارة لازالت عالية نسبيا بس مش مضرة بالاداء ولا بالقطع خصوصا كارت الشاشة لان على حسب الاستخدام ما حستش باي نوع من الدروب في الاستخدام دي فعلى كده ان تواجد شاشة برفريش ريت حسنت الاستخدام جدا وهيخلي منها اختيار مناسب جدا لاي حد بيفكر ان يشتري لابتوب عشان الالعاب وخصوصا لو من نوعية بلايرا نسأل نفسنا السؤال المهم اشتري لابتوب ولا جمع بيسيم اول حاجة اللابتوب ده بسعر من 1300 ال 1400 دولار طبعا مش عاوز اقول ان بالميزانية دي ممكن اعمل جهاز كامل من الالف ريليا يوصل للرقم ده او اعلى شوية في السعر من 100 ال 150 دولار بس طبعا اداءه هيكون احسن درجات الحرارة اقل لكن ما فيهوش نقطة التنقل السهل لان كده كده مش ده الغرض الاساسي من البي سي يبقى هنا الفايصل بين اختيارك بي سي او لابتوب على حسب استخدامك لو انت بتتحرك كتير يبقى اكيد لابتوب لان طبعا مش هتقدر بتتحرك بي سي وكيبورد وماوس وسماعات وشاشة فميزانية 1400 دولار هتديك طبعا اداء احسن لو جمعت بيها بي سي اعلى من اللابتوب بس مفيس سهولة في الحركة على عكس اللابات هنا النايترو فايف ادى اداء متوسط بالمواصفات بتاعته اقل طبعا من البي سي درجة حرارته كويسة مش اقول انها ممتازة مواصفات اللابتوب كلها جيمينج من الدرجة الاولى ولا احسن بالتالي ده يخليه اختيار ممتاز للابتوب من الدرجة الاولى وزن اللاب حوالي اتنين وستة من عشر كيلو جرام وده شايف ان هو وزن مناسب ابعاده تختوخة شوية بس كويسة ففكرة انك تشيله رايح جاي موجودة للأسف شايف ان هو في عيب واحد ان الكيبورد بتاعه من غير ارجي بي بنوع بس باللونة لحمر يمكن نقطة الوزن والابعاد كانت الاسباب اللي خلتنا نستخدمه في تكوين المحتوى على قناة اللي ممكن تعمل لها سبسكرايب كلام ده طبعا كان خلال تخطيطنا لمعرض سواء هو او الهليوس تلتمية وكل منتاج الفيديوهات تم على اللابين دولت اللي هنتكلم عنه اللي هو الهليوس تلتمية في الحلقة الجاية اللي هتجي لك لو عملت سبسكرايب لقناة عرب هاردوير ولايك لو حلقتنا عجبتك وشاركنا طبعا رأيك تحت في التعليقات عشان باخد منه افكار للحلقات اللي جاية واستناني في اشتركوا في القناة